السلام عليكم يشرح هذا الفيديو قطعة MasterCity a Positive Step القطعة موجودة في صفحة رقم 32 من كتاب الطالب أو الكتاب الملون للمستوى الثالث كتاب التوجيهي وهي القطعة الثانية من الوحدة الرابعة نبدأ مباشرة بشرح كلمات هذه القطعة Mega Project وتعني مشروع ضخم أو مشروع كبير Extremely إلى أقصى حد Large كبير Investment استثمار Project مشروع Design تصميم Encourage يشجع Economic اقتصادي Growth نمو Bring يحضر أو يجلب Benefits فوائد City مدينة Although رغم أن Very يتنوع In terms of فيما يتعلق ب Size حجم Cost يكلف By definition من حيث المبدأ أو بوجه عام Expensive غالي الثمن Public عام Attract يجذب أو يجلب Interest فائدة أو استثمارات Media Coverage تغطية إعلامية Range From يتباين من إلى Motorways الطرق السريعة Airport المطار Station محطة Station محطة Tunnel نفق Bridge جسر Entire كامل Complex مجمع مجمع سكني أو مجمع تجاري Concept مبدأ Based on مبني على أو مؤسس على Community مجتمع However على أي حال Criticized منتقد أو معرض للانتقاد Negative سلبي Effects آثار Development تنمية أو تطوير Environment مناخ Essay مقال Issue قضية With regard to فيما يتعلق ب Carbon Neutral خالي من الكربون Artificial Created مصنوع بشكل إصطناعي Artificial Created Artificial Created مصنوع بشكل إصطناعي Zero Waste خالي من النفايات Cover يغطي Area منطقة Square Kilometer Kilometer مربع Complete يكمل It's expected متوقع أن House يأوي أو يشمر على عدد معين من السكان وهنا جاءت كفعل وليست كاسم More than أكثر من Residents سكان أو قاطنين أو مقيمين Commuters الركاب Involve Energy طاقة متجددة Source مصدر It's built on مبني على Advanced متطور Grid شبكة Monitor يراقب Exactly تماما How much كم Electricity كهرباء Outlet مخرج Furthermore علاوة على ذلك In order to لكي Reduce يقلل Photo print أثر Car free zone منطقة خالية من السيارات Designed To be مصمم من أجل أن يكون Pedestrian المشاح أو المرة Cycle friendly Cycle friendly صديقة للدراجات الهوائية Electric كهربائي Driverless بدون سواق Operate يعمل أو يشتغل Public transport وسائل النقل العامة Vehicles مركبات أو سيارات Connected to موصول B Locations أماكن أو مواقع Network of roads شبكة طرق Railways سكك القطار Provided by مزود ب Solar power الطاقة الشمسية Wind farms مزارع انتاج الطاقة من الهواء Hydrogen plant منشأة لانتاج الhydrogen أو مصنع للhydrogen Plant خطة Build يبني The largest الأكبر Desalination تحلية المياه Provide يزود Recycle يعيد تصنيع أو يعيد تدوير شيء معين وتأتي كمان ك يعني إعادة انتاج شيء من الحديد المستخدم أو البلاستيك المستخدم أو العناصر الأخرى Recycle والاسم هو Recycling Biological Waste المخلفات البيولوجية Industrial Waste مخلفات المصانع Current الحالي Institute مؤسسة Fully بالكامل Committed to مكرس من أجل أو مكرس لي Solutions حلول Support يدعم Global عالمي Environmental مناخ Conservation حفظ Organization منظمة طبعا Conservation تأتي كذلك كمعنى حماية أو حفظ Organization كما قلنا منظمة Criticism نقد It's felt that يبدو كأنه Instead of بدلا من Sustainable مستدام Sustainability الاستدامة Priority أولوية Exist يوجد أو موجود أو على قيد الحياة In conclusion في الختام Greatly بشكل عظيم Outweigh يتفوق على Aims أهداف أو نوايا Developers المطورون أو القائمون على المشروع Realize يدرك Urban مدني أو حضري أو متطور Planning تخطيط Inspire يلهم Similar مشابه الآن إلى شرح القطعة نعيد عنوان هذه القطعة Master City A Positive Step وهنا العنوان بصيغة السؤال ويعني أن هل هذه المدينة التي اسمها Master والموجودة في الإمارات العربية المتحدة هل هي خطوة إيجابية سوف نرى الجواب في القطعة Mega Projects المشاريع الضخمة Are Extremely Large Investment Projects هي عبارة عن مشاريع استثمارية ضخمة للغاية وهذا هو تعريف الميجا Projects هذا هو تعريف الميجا Projects Are هي Mega Projects Are Extremely Large Investment Projects هي عبارة عن مشاريع استثمارية ضخمة جدا Which التي وهنا which تعود على الميجا Projects Are Designed To التي صممت من أجل Encourage تشجيع صممت من أجل تشجيع Economic Growth النمو الاقتصادي And Bring ومن أجل الجلب New Benefits من أجل جلب أو إحضار فوائد جديدة To Cities للمدن Although على الرغم من أن Mega Projects على الرغم من أن هذه المشاريع الضخمة vary تختلف من بعضها البعض من حيث In terms of يعني من حيث size الحجم and cost والتكلفة إذن مشاريع الميجا Projects تختلف فيما بينها من حيث الحجم والتكلفة They وهنا They تعود على الميجا Projects They تعود على الميجا Projects They are All فإنها جميعها By definition بوجه عام Expensive مكلفة جدا Public Projects وهي عبارة عن مشاريع عامة أو مشاريع Public يعني من أجل العامة أو عوام الناس That والتي وهنا كذلك That تعود على الميجا Projects كذلك وهي اسم وصل يعني Relative Pronoun That التي Attract تجلب أو تجلب انتباه A high level of interest تجلب انتباه Interest هنا معناها يعني فوائد اقتصادية أو نعم فوائد اقتصادية هي أقرب بالمعنى إذن That attract That attract a high level of interest تجلب مستوى عالي من الفوائد الاقتصادية and media coverage وكذلك تجلب media coverage أي تغطية إعلامية أي أنها تحظى بتغطية إعلامية كبيرة جدا project range from المشاريع وهنا هي بين قوسين الميجا project range from تتباين من motorways إذن هنا أنواع الميجا project ركزوا على هذه النقطة جيدا هنا لدينا عدة أنواع لل mega project range from يعني لديها عدة أنواع تتباين من motorways طرق سريعة إذن لدينا mega project تكون عبارة عن طرق للسيارات طرق سريعة airports وممكن أن تكون كذلك مطارات airports stations محطات ممكن أن تكون محطات لتعبئة الوقود أو أي محطات أخرى tunnels أنفاق bridges جسور etc إلى آخره إذن الميجا project تختلف من شكل أو لديها عدة عشكال ومن هذه الأشكال لدينا هنا motorways airports stations tunnels and bridges these are the five types of mega projects which is found here in this paragraph أي هنا لدينا خمسة أشكال من الميجا projects the concept of a mega project فإن معنى الميجا project أو مبدأ الميجا project is always based on فإنه دائما مبني على the benefits على الفوائد it brings التي تجلبها to a community للمجتمع إذن مبدأ أو يعني مبدأ هذا المشروع الضخم الميجا project مبني على أنه يجب أن يجلب فوائد للمجتمع إذن هو من صالح المجتمع وهنا it تعود على الميجا project the it تعود على الميجا project وليس على concept على الميجا project however على أي حال many ميجا projects فإن العديد من المشاريع الضخمة have been criticized تم انتقادها أو وجه لها النقد because of their negative effects بسبب الآثار السلبية المتعلقة بها والتي تعود على المجتمع or the environment أو على المناخ وهنا كذلك their تعود على الميجا projects their عائدة إذن على الميجا projects إذن الميجا projects تعرضت لعدة انتقادات بسبب الآثار السلبية التي أثرت على المجتمع وأثرت على المناخ كل ما ذكرناه سابقا من هذه القطعة هو يعتبر مقدمة لما سوف نقوله أو سوف نشرحه في هذه القطعة هنا نرى الجملة المفتاحية أو الجملة الأساسية لهذا النص وهي الجملة التي يبنى عليها كل النص هذا المقال سوف يبحث في هذه القضايا مع مدينة ماسدر سيتي وآخذ كمثال مدينة ماسدر وهي عبارة عن مشروع ضخم يبنى حاليا في مدينة أبو ضبي ماسدر سيتي مدينة ماسدر التي بدأ الاستثمار فيها أو تطويرها في عام 2006 إذن بدأ العمل في مدينة ماسدر سيتي في عام 2006 سوف تكون هذه المدينة هي المدينة الأولى في العالم التي تكون خالية من الكربون كربون خالية من الكربون زيرو ويست كمان زيرو ويست أي خالية من النفايات وهي عبارة عن مدينة مصنوعة صناعة يعني ليست مدينة طبيعية كالمدن الأخرى هي عبارة عن مدينة كليا بالكل مصنوعة صناعة هذا هو معنى artificially created city لاحظوا هنا الخط اللي بالأحمر يعني دعونا نرى بعض القواعد في هذه القطعة هنا الخط اللي في الأحمر وضعت عليه خط متعمدا هنا نسمي هذه القاعدة the non relative clause أو non defining relative clause هذه هي non defining relative clause يعني جملة جملة فيها أحد أدوات الربط وهي جملة إضافية لو شلناها لما أثرت على المعنى ومن أجل ذلك تم وضعها بين قوسين إذن هي معلومات إضافية زائدة عن الحاجة حتى لو شلنا هذه المعلومات لم تؤثر على النص الأصلي تسمى non defining relative clause وسوف يأتي شرح هذه القاعدة بالتفصيل في فيديو منفصل بإذن الله تعالى نكمل الشرح covering an area of six square kilometers هذه المدينة سوف تبنى على مساحة ستة كيلو متر مربع ستة كيلو متر مربع when it is completed وعندما يتم الانتهاء من بناؤها in 2025 عندما ينتهي بناء هذه المدينة في عام 2025 it وهنا it تعود على master city is expected it is expected to house من المتوقع أنها سوف تؤوي أو تضم more than forty thousand residents أكثر من أربعين ألف ساكن أو قاطن وكذلك سوف تؤوي fifty thousand commuters فسوف يزورها يوميا أو تقريبا خمسين ألف راكب سوف يتجولون في هذه المدينة and one five hundred businesses و 1500 مشروع اقتصادي businesses هنا مشاريع اقتصادية involved in mainly وهذه المشاريع الاقتصادية مهتمة بشكل أساسي environmentally friendly products مهتمة بإنتاج منتجات صديقة للبيئة the city will run entirely on renewable energy sources سوف يتم تشغيل المدينة بشكل كامل بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة the city المدينة will سوف run سوف تكون مدارة أو مشغلة انتير لي بشكل كامل on renewable energy sources على مصادر طاقة متجددة it it is built on an advanced energy grid وسوف تكون هنا it تعود على المدينة the city أي الميجا project التي هي master city is built هي مبنية على on an advanced energy grid على شبكة طاقة متقدمة أو متطورة جدا which التي وهنا which تعود على grid الشبكة شبكة شبكة طاقة متقدمة جدا تعود عليها كلمة which وهنا أداة وصل وتعني التي which monitors والتي تشرف على أو تراقب exactly بالضبط how much كم electricity كم من الكهرباء is being used يتم استخدامها by every outlet بكل مخرج من المخرجات أو بكل شيء يستخدم الكهرباء في هذه المدينة in the complex هنا يعني بالcomplex اللي هي master city هنا اسم ثاني للميجا project يسمى complex وcomplex معناها مجمع مجمع سكني أو مجمع تجاري إذن أطلق عليها الكاتب هنا اسم complex وهي نفسها master city أو الميجا project المشروع الضخم furthermore علاوة على ذلك أو ما هو أكثر من ذلك in order to reduce its carbon footprint من أجل تقليل آثار الكربون في هذه المدينة وits هنا تعود على master city كذلك أو على complex master city أي مدينة master will be a car free zone سوف تكون منطقة خالية من السيارات designed to be pedestrian ومصممة من أجل المشاح and cycle friendly والدراجات الهوائية إذن هي صديقة للدراجات الهوائية electric electric driverless cars وسيارات من غير سواق أو من غير سائقين مشغلة تماما على الكهرباء electric كهربائية will operate سوف تعمل as public transport vehicles سوف تكون كسيارات أو كمركبات وسائل نقل عام إذن وسائل النقر العام في هذه المدينة هي عبارة عن سيارات من غير سواق أو من غير سائقين وتعمل بشكل كامل على الكهرباء وذلك من أجل تقليل الكربون في الهواء إذن هي سوف تكون مدينة نظيفة ذات هوا نقي and the city will be connected to other locations by a network of roads and railways وكذلك المدينة هنا the city أي master city will be connected to سوف تكون موصولة ب other locations مواقع أخرى أو مناطق أخرى وذلك عن طريق by by يعني هنا عن طريق network شبكة of roads من الطرق شبكة طرق and railways وشبكة سكك حديدية إذن هذه المدينة سوف لن تكون منعزلة ولكنها سوف تكون موصولة بالمدن الأخرى أو المناطق المجاورة عن طريق شبكة طرق وشبكة سكك حديدية energy will be provided by solar power energy الطاقة will be provided سوف يتم تزويدها by solar power عن طريق الطاقة الشمسية solar power and wind farms ومزارع انتاج الطاقة عن طريق الهواء and there are also وكذلك هناك خطط مستقبلية to build من أجل بناء the world's largest hydrogen plant من أجل بناء أكبر منشأة في العالم منتجر الهيدروجين a desalination plant وكذلك منشأة لتحلية المياه هنا plant تعني منشأة a desalination plant منشأة لتحلية المياه لتحلية المياه will be used سوف يتم استخدامها to provide the city's water من أجل تزويد المدينة بالمياه with 80% of water used being recycled حيث سيتم أو سيفيكون هناك 80% من المياه الذي سوف يزود هذه المدينة سوف يكون مياه مكرر أو مياه معاد تحليته recycled تعني هنا معاد تكريره biological waste المخلفات البيولوجية will be used سوف يتم استخدامها as an energy source كمصدر للطاقة to أيضا أو كذلك إذن سوف يتم استخدام المخلفات البيولوجية كمصدر للطاقة في هذه المدينة and industrial waste وكذلك مخلفات المصانع will be recycled سوف يعاد تدويرها وتصنيعها the current residents of master city السكان الحاليين أو القاطنين الحاليين في الوقت الحالي هم أو للمدينة يعني القاطنين الحاليين في المدينة are all هم كلهم students هم عبارة عن طلاب at the master institute of science and technology وهم يعملون في مؤسسة master للعلوم والتكنولوجيا a university إذن هذه عبارة عن جامعة a university whose students والتي طلابها are fully committed to هم بالكامل مكرسون حياتهم to finding من أجل إيجاد solutions حلول to the world's energy problems من أجل إيجاد حلول لمشاكل الطاقة في العالم وهنا whose هي عبارة عن relative pronoun هو أداة ربط للملكية والتي تعني الذي له أو التي لها أو الذين لهم أو الذين أو اللواتي لهن هنا هي أداة ربط للملكية whose سوف نشرح إن شاء الله the relative pronouns أو ضمائر أو أدوات الرابط الكامل إن شاء الله في فيديو منفصل أوكي نكمل باقي القطعة while the project has the support of money global بينما المشروع وهنا the project يعني الميجا project أو الماستر سيتي while the project أي بينما المشروع has the support يتلقى الدعم of money global من العديد من global environmental and conservation organizations من العديد من المؤسسات لحماية البيئة global environmental and conservation organizations هذه المؤسسات هي التي تدعم هذا المشروع هي مؤسسات لحماية المناخ وحماية البيئة there are فإن هناك أو there is criticism of it فإنه هناك نقد أو انتقاد أو نقاط سلبية على هذا المشروع إذن هنا it تعود على the project المشروع وأي مشروع هو عبارة عن ماستر سيتي بناء الماستر سيتي وهو ميجا project في أبوظبي إذن دعونا نرى الانتقادات من هذا أو على هذا المشروع لماذا الناس ينتقدون هذا المشروع دعونا نرى it's felt that يبدو كأنه instead of building بدلا من بناء instead of building بدلا من بناء an artificial sustainable city بدلا من بناء مدينة مستدامة اصطناعية وهي ماستر سيتي sustainability فإن الاستدامة نفسها should be يجب أن تكون made a priority يجب أن تكون أولوية of existing cities للمدن الحية فعلا هنا ماذا يقول النقاد يقولون بدل صرف الأموال الهائلة والطائلة على مدينة مصنعة أو مصنوعة اصطناعيا بالكامل فإن هذه الأموال يجب أن تستثمر من أجل تطوير المدن الحية مثل أبوظبي العين الشارقة إلى آخره هذا هو الانتقاد الموجه لهذه المدينة الاصطناعية هي مدينة ماستر سيتي دعونا نرى الخاتمة in conclusion أي في الختام the benefits of ماستر سيتي فإن فوائد مدينة ماستر for the community للمجتمع and the environment وللمناخ are greatly أو عفوا greatly outweigh any disadvantages إذن يقول الكاتب هنا في هذا المقال بأن فوائد مدينة ماستر أو ماستر سيتي تتفوق على السلبيات يعني أن الإيجابية تتفوق كثيرا على أو عفوا الإيجابية تتفوق على السلبيات هنا معنى هذه الجملة نعيد الجملة in conclusion في الختام the benefits فوائد of ماستر سيتي مدينة ماستر for the community من أجل المجتمع and the environment ومن أجل المناخ greatly بشكل كبير outweigh تتفوق على any disadvantages على أي سلبيات if the aims of the developers ولو أن أهداف أو غايات المطورين أو المستثمرين في هذه المدينة the developers are realized لو تم إدراك أو استيعاب أو فهم نوايا وأهداف المطورين أو المستثمرين في هذه المدينة ماستر سيتي will be فإن مدينة ماستر will be سوف تكون a blueprint هي نقطة مضيئة for the future for the future of urban planning لأجل مستقبل for the future for future urban planning من أجل سوف تكون نقطة مضيئة في تخطيط الحضري المستقبلي التخطيط الحضري المستقبلي that والذي هنا ذات تعود على future urban planning will inspire الذي سوف يلهم inspire يلهم similar مشابه mega projects مشاريع ضخمة in other countries في مدن أخرى نهاية شرح هذه الفقرة أتمنى أن يكون هذا الشرح واضح بالنسبة لكم إن أعجبكم الفيديو أتمنى منكم الضغط على زر الإعجاب لايك وأتمنى منكم على الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات من أجل أن تصلكم كل الفيديوهات القادمة أولا بأول وشكرا لكم